يعني الواقع أننا قد عرضنا عددا من النصوص النثرية التي تضمنت كثيرا من المعارف الراقية جدا والتي هدفها وغايتها الأساس هي إعادة المسلمين وإعادة كل قارئ إلى التوحيد الحق وإلى الإله الحق وإلى هذا الدين الحق ثم عندما تناول حضرته أيضا ونظم الشعر فنجد أنه قد أحيا العربية وعاد إلى التراث العربي واستخرج منه واستخلص منه أجمل المفردات وأجمل الصور وقدمها في أبهى وأجمل صورة الواقع مثلا أن التراث العربي في الواقع كان مليئا بدرر العربية الجميلة الرائعة ولكن الغايات والأهداف أو لنقول الأغراض التي كان يتناولها الأدب العربي وخاصة الأدب الجاهلي كانت أغراض تافهة يعني الوصف الفرس الغزل البكاء على الأطلال أو وصف الخمر أيضا وحضرته استخدم هذه المخزونات الهائلة استخدمها هذه المخزونات الهائلة العظيمة الجميلة الرائعة الجمال استخدمها في خدمة الإسلام ورقاها من هذه المعاني المتدنية من هذه المعاني الأرضية المغرقة في الأرضية لكي تكون سببا لترقي الإنسان لكي يصل إلى عينان السماء طيب الواقع إن وصول حضرته إلى هذه الدقائق وإلى لنقل يعني إلى الأزقة إلى أزقة حارات العربية وإلى معرفة دخانيش كما يقال العربية وتراث العرب وأدب العرب هذا أمر لا يمكن أن يتيسر إلا لشخص قضى عمره في دراسة الأدب والشعر وقضى سنوات طويلة في بلاد العرب ومارس الكتابة لسنوات طويلة ومارس الأدب والشعر لسنوات طويلة ولكن الواقع أن حضرته بدأ بهذه الكتابة العربية في عام 1893 متأخرا في عمره ومتأخرا في فترة حتى يعني بعد فترة دعواه أو إعلانه بعد فترة إعلانه بأنه مأمور من الله تبارك وتعالى وبعد ما يقارب الأربع سنوات من تأسيس الجماعة وبعد ثلاث سنوات من إعلانه بأن الله تبارك وتعالى أنبأه بأنه هو المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فهذا الأمر لا يمكن أن يحدث فجأة إلا إذا كان معجزا يعني نعرف مثلا إذا شخص أراد أو إذا شخص ظهر منه كل هذا الإبداع فلابد أن يكون له تاريخ طويل في التمرس في اللغة العربية وفي معاشة العربية وبالفعل هذا الأمر كان نتيجة معجزة عظيمة وهي معجزة تعلم حضرته العربية في ليلة وهي جانب من جوانب تحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه إن المهدي يصلح الله في ليلة لأن لها معاني أخرى أيضا فهذا الإصلاح يعني أن الله تبارك وتعالى قد قوم لغته وقوم علمه في العربية لكي يصل إلى مكنونات ودقائق القرآن الكريم ودقائق الإسلام لكي يقدمها للعالم وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى قد أودع فيه أدب العرب وتراثهم وأساليبهم وطبعا أعبر عن ذلك بأن الله تبارك وتعالى قد أخبره بأنه قد علمه في تلك الليلة أربعين ألفا من اللغات العربية ومعنى اللغات العربية هي الجذور والأساليب والنحو والصرف والبلاغة وأيضا النصوص الشعرية والنثرية أجمل وأرقى النصوص الشعرية والنثرية لأنه مثلا يعني كالصورة التي قدمها أو بعض الصور التي قدمها الأستاذ فتحي حول مسألة المطر والفئران وكيف أن هذه الصورة كان قد قالها أمرو القيس هذه مسألة ليست مسألة عابرة لا يمكن على فكرة أن يقدمها إنسان إلا إذا كان متعمقا جدا في هذا الأمر فبالفعل هي مواجزة عظيمة بدأ بعدها يكتب بهذه اللغة الراقية الرائعة التي تحدى بها منذ اليوم الأول ودعا كل من يعارضه بأن يأتي بمثل ما كتب وبين بأنها آية من الله تبارك وتعالى على أنه من عنده لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى هو إله محمد صلى الله عليه وسلم وإله العربية فلابد أن يكون قد علمه العربية لكي ينطق بها ولكي يقدم المعارفة بها وهذا ما كان في أجمل وفي أرقى صورة فبالفعل الواقع والتاريخ وواقع الحال كما قلنا والنظر الدقيق في عمله يؤكد هذه المعجزة ويجعلها قائمة ثابتة راسخة لا ينكرها إلا مجحف أو مكابر أمم جزاكم الله أحسن جزاك